التعامل بقى مع الصفرة بيكون ازاي؟ التعامل مع الصفرة بيختلف حسب اختلاف درجتها درجتها دي ازاي؟ هتشوفوا دلوقتي، ما بالتحاليل مع مليه فالتعامل معها بيختلف حسب اختلاف الدرجة من اول ان العلاج بيكون فقط هو المتابعة المتابعة بس كده العلاج اه؟ في احوال معينة، نتائج معينة في التحاليل تلاقوا الجهة الطبية، المستشفى او الطبيب الخاص بالطفل يقول لك تعملوا التحليل ده كل يوم فيعملوا التحليل يقول لك تمام، تمام ايه يا دكتور؟ خلاص؟ هنعمله بكرة ايوة، فين العلاج؟ هو ده العلاج هو ده العلاج؟ اه، العلاج ده المتابعة ده عند كل الاطفال؟ لا، لما يبقى فيه نسب معينة والنسب دي، انا مش هادر اقولها ليه؟ لانها بتختلف من طفل لطفل حسب حالة الطفل العامة وحسب حاجة تانية، انه التحليل النهارده مثلا النهارده السابت فالتحليل كان كده، فيوم الحد، النسبة زي ما هي ولا قلت؟ وقلت بنسبة قد ايه؟ ها؟ ولا زادت لقدر الله ولا؟ فاهمين قصدي؟ بقى التحليل هنا، التحليل على فكرة هو تحليل البليروبين مادة البليروبين، اللي هي الصفرة، وتحليل ده بيبقى حاجتين حاجة اسمها دايريكت وتوتل دايريكت وتوتل، كل المعامل عارفينها، كل المعامل عارفين التحليل ده وحفظين وشطار فيه وكل حاجة ما تقلقوش التحليل ده بيتعامل زي ما قلنا لقياس النسبة وبيان مدى درجة انخفاضها طيب، ممكن في أحوال تانية تلاقوا الطبيب أو الجهة الطبية اللي متولية متابعة الطفل تقولكوا لأ احنا هنستخدم حاجة اسمها الفوتوثرابي أو العلاج الضوئي والعلاج الضوئي ده في حد دلوقتي حالاً حالاً يقولك ايوة مش هي اللمض النيون دي اللي زي عندنا في البيت والله العظيم، العلاج الضوئي مش هو اللمبات النيون اللي في البيت هي شبهة، إنما مش هي مش هي خلوا بالكو، العلاج الضوئي مختلف تماماً عن إضاءة المنازل لأن في ناس يعني الحقيقة يعني ما بيتوسوش، ما بيفوتوش فرصة يقولك يا عم بتدفعوا قد كده في المستشفى واخدين ابنك وحطينه في اللي هو في الحضانة وعملين عليه اللومت، والله اللومت دي موجودة ده موجودة في القهوة اللي تحت البيت ده موجودة عندنا في الشقة، مش هي مش هي والله، ده موضوع تاني خالص خلاص، فالإضاءة دي ده علاج بالإضاءة العلاج ده هو اللي بيساهم في إن الصفرة تنزل أو النسبة تنزل طيب في درجات تانية من العلاج طبعاً في درجات تانية ممكن نحتاج لقدر الله إلى نقل الدم عند بعض الأطفال النسب بتكون عالية قوي فبنحتاج نقل دم للمولود مرة تانية مع كل الاحتمالات اللي أنا قلتها دي الصفرة الطبيعية اللي هي إيه؟ الفيسيولوجية غير خطيرة ولا تؤدي إلى أي عواقب سلبية ولا تؤثر على زكاء الطفل ده في ناس والله العظيم أنا كان بيجي لي أسئلة عبو السلاي أم تقولي أنا ابني ومسمعش الكلام ومبيرضاش يأكل ومبيرضاش يزاكر وفي آخر سؤال تقولي إيه؟ هو كان جاله الصفرة وهو مولود هو ده منها فقول لها لا والله العظيم مش منها ولا حد يعني أنتوا ليه 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 دايماً كده بتتهم الصفرة بحاجات ده موضوع خلاص خلص خلاص عارفين حاجة شبه إيه كده؟ شبه لما الطفل لما يتولد لقدر الله لقدر الله يعني ويحتاج يدخل حضان خلاص بمجرد خروجه من الحضانة هو طفل تقامن تماماً وطبيعي تماماً ما ينفعش نقول بقى إيه؟ لا ده هو جاله برد يبقى ده عشان دخل حضانة ده هو بعد سنتين ثلاثة ده ما بيسمعش الكلام ده عشان يدخل حضانة لا قاعد دي كانت حالة طرقة تم التعامل الطبي معها الصفرة حالة أصيب بيها الطفل مش الطفل بقى ده 65 في النام الأطفال بمجرد اختفاءها بعد أسبوع إلى أسبوعين الأمور تعود إلى طبيعتها تماماً طيب